بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد استكمالا لما بدأناه في المحاضرة السابقة فنتحدث عن انقضاء شركة التوصية البسيطة بما أن شركة التوصية البسيطة هي من شركات الأشخاص فإنها تنقضي بالأسباب العامة لانقضاء شركات الأشخاص وهي وفاة أحد الشركاء أو الحجر عليه أو شهر إفلاسه أو إعصاره أو انسحاب أحد الشركاء من الشركة كذلك تنقضي بتحقق أحد الأسباب العامة لانقضاء الشركات وهي واحد انقضاء المدة لمحددة للشركة تنين تحقق الغرض الذي أسست الشركة من أجله أو استحالة الغرض المذكور تلاتة انتقال جميع الحصص أو جميع الأسهم إلى شريك واحد أربعة هلاك جميع مال الشركة أو معظمه بحيث يتعذر استثمار الباقي استثمار المجدين خمسة اتفاق الشركاء على حل الشركة قبل انقضاء مدتها ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك ستة اندماج الشركة في شركة أخرى سواء كان اندماج بالضم أو اندماج بالمسك سبعة صدور قرار بحل الشركة من هيئة حسم المنازعات الشركات التجارية بناء على طلب أحد زو الشأن وبشرط وجود أسباب خطيرة تبرد ذلك هذه الأسباب السبعة إلى جانب الأسباب الخاصة بشركات الأشخاص تؤدي إلى انقضاء الشركة ولكن إذا انقضيت الشركة ما الذي يترتب على هذا الانقضاء تصفية الشركة وتقسيم أموالها وبنفس الطريقة التي سبق أن تحدثنا عنها عن كيفية تصفية شركة التضامن تنطبق أيضا على كيفية تصفية شركة التوصية البسيطة فيتم تعيين المصفي إما بالاتفاق إما بالنص عليه في عقد الشركة وإما بالاتفاق وفيما بين الشركاء وعند الاختلاف يقوم القضي بتعيين مصفي للشركة وسلطات المصفي وتحديد أجر المصفي يحدده الشخص الذي عينه فإذا كان تعيينه بواسطة الشركاء فهم الذين يحددون له الأجر الذي يستحقه وإذا كان تعيينه بواسطة القاضي فهو الذي يحدد له الأجر الذي يستحقه كذلك عزل هذا المصفي يكون بنفس طريقة تعيينه فالجهة التي عينته هي الجهة التي تملك عزله ويكون المصفي بإدارة الشركة وتصفية أموالها ولا يجوز له أن يبدأ في أعمال جديدة لم تكن قد بدأت من قبل أثناء حياة الشركة إلا إذا كانت هناك ضرورة ملحة أو خسارة كبيرة سوف تلحق بالشركة لو لم يقوم بأعمال جديدة ثم بعد ذلك يقوم المصفي بقسمة أموال الشركة فيما بين الشرقاء فيما بين الشرقاء وترتب على ذلك تقادم الدعاوة التي يمكن رفعها على الشركة بمرور ثلاث سنوات فبعد مرور مدة الثلاث سنوات لا يجوز مطالبة الشركة بأي مبالغ مالية أو مستحقات بعد مرور مدة الثلاث سنوات ومدة الثلاث سنوات هذه تعتبر مدة تقادم أما إذا أقر الشرقاء بهذه الديون وقبلوا سدادها فلا يجوز لهم الرجوع عن هذا السداد وإذا اعترفوا وأقروا بهذه المديونيات أمام القضاء ففي هذه الحالة يوفوا بهذه الديون اشتركوا في القناة